السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ازيكم و شو عاملين ايه? معكم محمد سبب الوقت على سويتها في عشر المشرون. هرده شابه نتكلم اما وضوها مهمت جدا وهو ازاي تحول ملفات الويندوز لملف ايزو والتالي تعرف تحرقها للاي فلاشة بعد كده. اول حاجة بنزل البرنامج ده. هسيب لكم اللينك بتاع التحميل بتاعه في الوصف ديسكريبشن. نفتاحهم. نعمل ياس. اي اكسيت. موكست. 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 الوقتة شباب بيصابت معنا هون. نتل الصفحة ديسكريبشن. هنفتاح البرنامج. نعمل كريت امج فايل. كده نختار المكان اللي فيه. مرفة البرنامج. انا بس على حافزة هنا. نعمل select folder. بعد كده نيجي هنا. عند ادبانس. نحن فياري. بوتيبل دسك. نعمل الامج اللي هي بتاعت الروبوت. نحضيتها من قلب. الملفات بتاعت الويندوز. يا دي يا شباب نعملها open. مسلا عايزين بقى نخليها مسلا لو ويندوز بزيتا. نخلي ستكترس دي اربعة. لو ويندوز سبعة وتمانية وعشرة ويندوز اكسي دي وحاجات دي نخليها تمانية. نخليها تمانية المكان اللي هو هيخذ فيه يعني لايزو. بياختار برضو نفس الملف. او اي ملف يعني زي ما انتم عايزين. نعمل save. او كان اتكى على الايكون دي كده. نعمل ياش. نعمل ياش. نعمل ياش. بباعتها شباب يخرج المسخة اوه. يعمل لنا المسخة. كده يا شباب بيكون اللي عملها خاصت. اتاكد برضو ان الملف برضو. اهي شباب مسخة اوه زي. بتقدر تحرق دي باتي على اي فلاشة هتتحرق معك. وتسبت معك على فيه. كده يكون انتهى شاحة النهاردة. يا ربي يكون عجبكم بالشرح. ما تنسوش تعملوا سبسكراب بلايك وشير. ما تنسوش تزولوا موقعنا www.suithop الاشنالشين.com